نرجع للوحي يعني طبعا كل هاي القصص مش بس مبرهنة تاريخيا كوثائق تاريخية لكن كمان لها فايدة مهمة جدا لحياتنا وانه فعلا كمان الكتاب المقدس بيسرد تاريخ البشر بفترات زمنية بحسب ثقافاتهم بحسب عاداتهم حتى يوصلنا للاعلان الاكمل او للنور الكامل حتى لو ابتدينا بالتدرج حتى يشرق هذا النور الكامل في حياتنا صحيح يعني قصة يونان وكل قصص العادة القديم رفضها جاية من رفضهم للمعجزات مرات امور سياسية للأسف اقول لا هذا يعني بياخدوا الموضوع من ناحية سياسية طبعا يعني خلط الأمور دا مش تمام لكن للأسف الشديد هذا يحدث أحيانا لكن اعتقد ان كل تقي لا يسحه الا ان يقول يكن الله صادق وكل انسان كاذب وكلمة كل انسان معناها كل انسان ترجمة نانسي قنقر